رقم 12 الكودابار لحظوا شكله يشبه EAN ويشبه كثير من نظام الكود الوحادي الوجه One Dimensional نشوف هذول هذا كله One Dimensional هذا Two Dimensional Two Dimensional أما اللي بكون خطوط طويلة فقط بدون مربعات One Dimensional فهو نظام دقيق يستخدم منطق واسعة في المكتبات في حالة تعرف على العقوات المواضيع عند تسليم المضائع يستخدم ايضا لفك شفرة الدولار اه هذا الكود يمكننا نحتوي على خطوط مختلفة الاطوال وفي ارقام من صفر الى تسعة هنا لاحظوا انه بيبدأ بحرف اه الفابت اه يعني هاي اي واحد اثنين تلعة اربعة خمسة ارقام وفي بين تيب اي وانا شفت كودابار في موقع اخر بدون الحروف الابجدية طيب هيك احنا بنكون خلصنا الكود اشكال الكود اللي One Dimensional وTwo Dimensional نظل عنا تعريف الموجات الراديو نظام RFID لكن قبل ما اروح عليه بدي اطلعكو على جدول عشان يعني نفرج بين نظام البر كود One Dimensional الاشكال هادي هاي في عنا اه جدول الاسم البر كود الاسم البر كود قد اي 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 capacity تكون من 13 رقم. الـ ITF هذا ما اخذناه مش مطلوب. هو قصير. الكود 39 اي احرف ابجدية A, B, C وبعدين ارقام كمان. الكود ابر ممكن يبدأ بحرف ابجدي وانتي بحرف ابجدي وبينهم ارقام. والكود 128 شكله حروف ابجدية A, B و A, B و A, B و ارقام. طيب انا مديش اخد خواص كل واحد منهم. بدي اخد تطبيقات كل واحد منهم. يعني اي هنا التطبيق. انا بتكلم اللي احط لكم اياه في صفحة خاصة ان شاء الله فارفقها في الموديل. التطبيقات الـ E, E, Enward Reversal Code, Marked on Most Daily Goods. يعني نظام تشفير بالكود نظام عالمي. يستخدم في معظم المعاملات اليومية. يستخدم ايضا في صناعة الكتب او في طبيعة الكتب او في تشفير الكتب. هذا التاني الـ E, T, F بدن ما اخدناهوش. هذا الـ Barcode. الكود 39 تطبيقاته. يستخدم بشكل بنطاق واسع. صناعات الاوتوماتيكية. اكشن جروب. اي 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 جي. الكتريك اندستري. صناعات الالكترونية. الى اخرين. الكودا بار. بلوك باند. دور تو دور. يعني في نظام توصيل البضائع. سليب دور تو دور. نظام من الباب لباب. اه. ومستخدم في الخدمات في اليابان. الاخر واحد اللي هو هذا. الكود 128. نحظه تطبيقاته starts to be used as GS1 حتى 128 in each industry. واستخدم في الصناعات. في صناعات التوزيع. وفي الفود اندستري. وايضا في الصناعات الطبية. اذا اللي يستخدمه في الصناعات الغذائية هو اول واحد واخر واحد. اللي هو نظام الـ EAN. هذا UBC. EAN ونظام الـ UBC. وايضا نظام الكود 128. هذول يستخدم في الصناعات الـ UBC. نرجع للكتاب. ضل عنا التعريف بترددات موجات الراديو. RFIDI. للاختصار Radio Frequency. وهي طريقة التعريف اوتوماتيكية تعتمد البيانات. تعتمد على شريط يسمى RFID Tag. تقولنا معناها علم. فهي نظام بيستخدم ترددات موجات الراديو. هذا النظام ينصق على المنتج. او ينصق على الحيوان للتعريف بالحيوان. مثلا حيوان حليم. حيوان لاحم. وكل المعلومات عن هذا الحيوان في المزرعة بتكون موجودة في من خلال هذا النظام. يستطيع نظام التتبع انه يتتبع الحيوان. ايش صار معه. او حتى على جسم الانسان. حتى جسم الانسان الان هذا الكلام مطروح. انه في تطور علمي انه يحطوا هذه الشرائح في جسم الانسان بحيث يكون مغطى بشريحة رقيقة من السيليكون. مدمج بها هوائي او انتينة. يحتوي على المعلومات التي يتم استعادتها على بعد من ريموت لي. وبواسطة قارق يمكن انتقاط هذه المعلومات. يعني لو انسان بدي اعمل وتتبع. زي ما بنسمع انه اليهود بيحطوا هذه الشريحة مع الجنون تبعتهم حتى لو اصار له حاجة يعرفوا مكانه وتتبعوا خطواته. ايضا بنسمع انهم بحطوها في مثلا واحد معتقل في البيت برضو بكون فيه هذا جهاز تتبع موجود فيه بحيث يعرف وين ضاح ووين اجل لو طلع من بيته. على بعد اتراوح عشرة من ممكن اشهد المعلومات ناشكاتر على المالك معلومات يوجد ثلاث انواع من ال RFID. فيه نظام عالي التردد من الموجات الميجاهيرتز تبعت الراديو من عند 850 حتى 950 وممكن اوصل لأربعة ونصف جيجا. يستخدم لتتبع السيارات بالطرق يعني في الخط الاوتوستراد الخط السريع. مضام متوسط التردد من 10-15 ميجاهيرتز وفيه منخفض التردد من 100 الى 500 كيلوهيرتز وهذا يستخدم في مجال الامن. نظام ال RFID محتوي على شريحة سيليكون يخزن عليها المعلومات بيحتوي ايضا بيلزم هوائي اللي قلنا عنه الانتين وبيلزم مقارئ الى الكود وبيلزم مستقبل لهوائي. هناك استخدامات كثيرة لل RFID منها جوازات الصفر يعني ممكن هذه يتمحط بدل التأشيرة بدل ما يطبع المسافر بدل يطبع تأشيرة بدل يروح من مكان لمكان. موجود نظام ال RFID بنعرف وين راح وين ايجا وممكن بسموها استخدام جواز سفر إلكتروني. يتميز هذا النظام بامكانية تسجيل السفريات عليه السابقة وأوقاتها وتواريخها والدول التي صافر اليها. يعني كل شيء بكون موجود عند الدولة. وتأشيرة الدخول والخروج وأيضا يسجل على الشريحة الرقيقة الموجود نفس المعلومات المكتوبة بجواز السفر وتسجل عندهم في الحاسوب الحكومي. أيضا يستخدم هذا النظام في دفع رسوم مسائل النقل خلاص بضل فش يعني أنه يدفع على الأوتوبيس أو محطات المترو. خلاص فيه كارت بيحتوي على شرية ال RFID. يعني زي النظام بطاقة الصراف ولكن بشكل مطور. هناك استخدام آخر لتعقب المنتجات مثل الذي يستخدمها في كندا في تتبع حاجة اسمها تتبع الأبقار منذ مصدرها بالمزرعة منذ ولادتها وخلال المراحل نقلها من مكان إلى مكان وذبحها وتداولها حتى البيع الأخيرة. أيضا في تعقب سير الأدوية منذ التصنيع حتى التداول. والتالي هذا الكلام ينطبق على الأغذية. أيضا هذا ال RFID يستخدم مع السيارات. يستخدم بنجاح لمنع سرقة سيارات حيث يوضع على مفتاح السيارة هذه الشريحة الصغيرة بذلك يعني ما تشتغلش سيارة إلا لما تكون هذه الشريحة موجودة. الكروت الذكية لمنع حروب المساجين. نظام المخزون السلعي في المكتبات وفي المخازن الأغذية. أيضا في تعليف البشر human identification استخدامات كثيرة. ما يحد من استخدامه فقط هو التكلفة العائلة لكن هناك كلام انه بدهم يستخدموه. والعلم يتطور بسرعة. هنا البر كود لبعض دول العالم. وذكرنا منه هذا النما أخذنا ال EAM أول واحد. وذكرنا أيش الدول اللي بدي أحفظها. معلم عليها بالأصفر للحفظ. نظر لنا إن شاء الله في استخدام مصطلح حلال في تسجيل الجانب. ترجمة نانسي قنقر